السؤال الأول هيكون بيقول إيه لا أمارس الرياضة إلا تقوية لعضلات الجسم يا طرى السؤال دوت قبل ما أعرف كلمة تقوية هشوف النوع الاسلوب تام مزبت ولا تام منفي ولا ناقص منفي أنا علمتكم طبعا بتشيل إيه لو الاسم اللي بعدها بتشوف الكلام هل اكتمل ولا ما اكتملش ولو كان اكتمل يبقى تام فيه أداة نفي يبقى إيه ما تام منفي يا ناقص منفي يا طرى الإعراب هيكون هو هيجيب الاختيارات من الاختيار المتعدد يا طرى اختار حال ولا تمييز ولا مفعول لأجله ولا مستثنى طبعا هنا الكلام طالما ناقص منفي هيعرف حسب موقعه في الجملة إذن كلمة تقوية هتكون لماذا تمارس الرياضة زي ما قلتوا كده بالفعل أحسنتم يبقى أمارس الرياضة تقوية مفعول لأجل منصوب وعلمة النصب الفتحة تعالوا نشوف سؤال تاني لما قول لم يعجبني إلا المتميز لو أنا شلت إلا المتميز هلاقي الكلام دو ناقص ناقص منفي يعرف حسب مقاوة في الجملة شيل إلا يعجبني من اللي بيعجبني انتوا عرفتوها يبقى قبل ما حطوا الاختيارات انتوا هتلاقوا الاجابة على طول جات أيوة فاعل برافق عليكم أحسنتم فاعل مرفوع علامة الرافق اتضم فهم الطلاب فهم الطلاب درس الاستثنائي غير عايز كلمة غير يا طرى هعرف كلمة غير ايه أنا اختيارات قدامي بس أنا لازم أشغل مخي ده مستأداة ما فيش ما فيش أداة نفي تم مثبت خلاص يبقى معروف إعرابه يبقى منصوبة على الاستثناء وعلمة النصب الفتحة الظاهرة أشوف سؤال تاني قال الشاعر لا يكتم السر إلا كل ذي شرف والسر عند كرام الناس مكتوم اعراب كلمة كل قبل ما بعربها أشوف نوع الاسلوب ايه لا يكتم السر إلا مين لا يكتم السر كله إذن أحسنتم الاختيار الإجابة مصبوطة بالفعل بفاعل مرفوع وعلمة الرفع اتضم